من الجمود الذي فرضه تعنت الميليشيا امام فرص السلام المهدرة تحاول الشرعية تعزيز جهودها الرامية للسلام من خلال مجموعة من اللقاءات التي يجريها وزير الخارجية عبد الملك المخلافي والذي اكد في تصريحاته الاخيرة مع نظيره النرويجي ان الحكومة حريصة على احلال السلام وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها تصريح المخلافي كان قد سبقه دعوة من سفيري الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا والتي دعت الى ضرورة العودة الى طاولة المفاوضات والتخلي عن الخطوات احادية الجانب لكن هذه الدعوات تظل من طرف واحد بعد ان صمت الميليشيا اذانها امام مساعي المجتمع الدولي وجهود المنظمة الاممية ومبعوثها الخاص الذي يبدو انه وصل الى طريق مسدود من خلال مجمل لقاءاته الاخيرة مع وفد الميليشيا وبالاعتماد على ما سبق يبدو ان الشرعية تسعى من خلال جهود الاخيرة الى فضح موقف الميليشيا امام دوائر صنع القرار الدولية وكسب مزيد من التأييد والدعم لمواقفها ونيتها الواضحة في الخلاص من الانقلاب يبقى طريق الخلاص مرهونا بمدى استجابة الميليشيا لخيارات السلام او الاعتماد على الخيار العسكري في اعادة بسط سلطة الشرعية على كامل الاراضي اليمنية وذلك ما يتجلى بوضوح من خلال موقف الحكومة الشرعية التي باتت تكثف من تحركاتها السياسية والعسكرية بشكل متوازي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة